مبارح مصر كانت بتشهد مظاهرات متعددة في ميدان مختلفة ما بين مظاهرات مليونية في ميدان التحيير أو مظاهرة مليونية في ميدان التحيير ومظاهرة أخرى فيها برضو عدد مش قليل من المواطنين في ميدان العباسية ما بين الناس بتنادي بحكومة مدنية ومجلس رئاسي مدني أو حكومة توافق وطني أو حكومة إنقاذ وطني وناس بتطالب أو بتؤكد على إن هما بيسندوا المجلس الأعلى القوات المسلحة في حكم البلاد وبتطالب باستفتاء على وجود المجلس لفترة الفترة اللي جاية ولا لأ الرؤية عاملة زي والناس اللي هنا والناس اللي هنا وكل ناس عايزة إيه بالزبط وفي مليونية الأزهر القدس وفي مليونية القدس وفي مليونية القدس طبعا دي الوحدة هدي لازم نتكلم عنها الوحدة خلونا نتكلم مع ضيفنا اللي بنوارنا النهاردة أستاذ أبو العز الحريري عضو مؤسس بحسب التحالف الشعبي الاشتراكي نهارك سعيد يا فاند أهلا بحضرتك هدك حكي لنا بقى عن مليونات مبارح أو مظاهرات مبارح نمش كلها كانت مليونيات يعني هو فيه قسمين مظاهرة أو مليونية في التحالف تمثل الشعب المصري وحتجد فيها أنه كل التنوعات البشرية المصرية موجودة كل القوى السياسية أولا النطجة موجودة فيها انسلاخ لشباب من الإخوان وشباب من السلفيين فيها منقبات ومحجبات ومتبرجات لكن الثورة والوطن ما ليش لازم متبرجات ده ونبع حساسية جدا؟ لا يعني المتبرج يعني معناه اللي بيقولوا عليه اللي بنزل شعره زي حذك وزي مراتي كده وفا ليه ما فيهاش حاجات هذا بالك فيها شبان صغيرين وفيها شبان كبار فيها تنوع شديد جدا وأنا رأيي أنه يعني دي الموجة التانية ذات الطابع والمضمون الاقتصادي والاجتماعي اللي هو جوهر أي ثورة في العالم الموجة الأولينية كانت لإزاحة مبارك وهز السلطة وبداية إسقطها وشيء طبيعي أن كانت الناس كلها لأنها ضجة من النظام القديم تخرج وفي لحظة جمعتنا كلنا بعدها بيبدأ يعني ما يسمى بالفعل السوي الأكثر هدوءا شوي أو الأقل ضجيجا شوي الفترة السابقة خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا دولة حصل نوع من التكتل المعلن بين الإخوان والسلفيين والفلول بشكل مكتوم يعني وما هي الصدفة أنه قوائم الإخوان عليها فلول والأستاذ الدكتور محمود غسلان قال والله هذه الضرورات والضرورات طبيعي المحزورات فيها أكل الميتة ونعم الخنزير والكلام ده كله ومن هنا واضح أنه والحزب الوفد عمل نفس الحكاية واضح أنه فيه تكتل مستقبلي للمصالح الاقتصادية والاجتماعية بدأ يتبالور يشمل فلول العصر اللي احنا فيه حاليا وهم الحزب الوطني والسلفيين والإخوان كل منهم يستخدم آليات معينة الإخوان والسلفيين يستخدموا يستخدموا الدين وأنا رأيي أن هنا الجريمة الحقيقية هي فكرة استخدام الدين لأغراض بشرية تصحة أو تخطئ والفلول معاهم المجلس الأعلى قوات المسلحة هو المنسق العام لهذه المجموعة وليست صدفة أنه نتكلم عن أسباب الأسبوع ده حصل ليه؟ أنه كل القرارات القصيرة أو الصغيرة أو غير متكاملة اللي اتخذها المجلس العسكري طوال تسعة تشهر كانت بتيجي نتيجة أو مقدمة لاستجابة للمليونيات يعني المجلس العسكري لم يكن يتخذ مبادرة حقيقية تتسخ مع المفروض أنه يتخذه من قرارات حاجة زي كده ده أدى إلى أن المجتمع انقسم إلى مجتمع أكرر مجتمع وشريحة تلعب سياسة لصالح اقتصادي واجتماعي منافي لمصالح الشعب المصري يعني كل المصالح الاقتصادية والاجتماعية اللي كان بيعبر عنها الفنول مع حسن مبارك ولا تتمثل في الإبساد والاحتكار وتهريب السر ونهبها وبالتالي تنظيم البلد بما يؤدي لاستمرارهم التقت مع السلافين اللي كانوا ضد الثورة بيعتبروها خروج يعني معصية لله والرسول لأنهم خرجوا على الحاكم الفاسد الظالم حتى لو كان بيجلد زهر الاجتماع المصري بالصياد تلتقي مع الإخوان اللي بسرعة وعمر سليمان موجود ومبارك موجود راحوا تفاوضوا معاه وبعد ما مبارك مش ريكوا تفاوضوا مع عمر سليمان هذا السلاسي أدت مواقفه إلى بروز حالة من الإحباط وحالة أقرب إلى النفور واليأس من الوضع الحالي الأمر الذي أدى إلى أنه حصل تاتشين تاتشين الجمعة اللي فاتت وهو مش مبارك اللي قبلها يعني لأنه الترابورة التانية تكررت وكان فيها مظهر مظاهر الاستعراض ورسالة موجهة للمجلس العسكري أنهم هم الشعب المصري وبالتالي عليك أن تتعاون معنا وتتكامل معنا في مواقفك وإحنا متكاملين أصلا مع الفلول بتاع الحزب الوطني وبالتالي الأمور تسير والانتخابات تيجي والكعكة تلتهم بسرعة عشان لاستمرار الآمن سواء لكبار العسكر أو للفلول والسلافيين والإخوان حصل رد عليهم بالجموع الشبابية اللي موجودة قالت لا إحنا الشعب وإحنا موجودين وإحنا لنا مطالب والمطالب بتم الاتفاف عليها وبالتالي إحنا مستمرين ده جوهر اللي تم حصل نوع من التعاون بين المجلس العسكري والحكومة والإخوان والسلافين في ترتيب فكرة العباسية كنوع من الرد يعني بدل ان تقلت من مصطفى محمود إلى العباسية مصطفى محمود لروكسي للعباسية بقت العملية عملية رد ولما هتروح تشوفي نوعيات اللي موجودة في العباسية هتلاقي تقريبا كلها يعني في سن معينة وفي ظروف معينة أو في وظيفة معينة وربما في إدارة محلية معينة وناس مستدعين وحتلاقي الإخوان موجودين هناك الغريب قوي إن الإخوان سابوا التحرير وتنقلوا للعباسية هذا إعلان رسمي عن يعني مثلا شوفي العناوين الثلاثة دي مش كلامي أنا النهاردة خطر لانقسام ده انقسام على أساس إن الإخوان خدوا موقف آخر غير موقف الثورة هنا العباسية والإخوان العباسية والإخوان في مواجهة مليونية حق الشهيد العنوان في حد ذاته قاتل لأن الناس اللي بتطلب بحق الشهداء راحين الإخوان يهتكتلهم مع اللي بيطلبهم باستمرار مجلس عسكري على غير الإرادة الشعبية تمام الدستور جماعة الإخوان والعباسية أعودونا قرار المشير بتاعين الجنزولي رئيسا للحكومة هذا يذكرنا بموقف تاريخي حصل قبل كده في 52 لما الإخوان حاولوا يلتهموا ثورة يوليو 52 ورفض عبد الناصر حبوا ينقلبوا عليه ويستخدموا الدين برضو ليستولوا على السلطة أو يستسيروا الناس وهيجوه فرى عبد الناصر واخد قراره اللي حصل في مارس 54 وأول غيرت الديموقراطية يعني هما السبب في 54 إن الديموقراطية أممت لصالح القوى الحاكمة في هذا الوقت واستمر الموقف كل ما كانت الأمور تيجي تندج هما ياخدوا موقف أخ هما اللي تعاونوا مع أنور السادات في إنشاء النظام القائم اللي استمر بيه حسني مبارك واللي جاب الكوارس اللي احنا بنعاني منها يعني هما مؤسسي نظام مبارك لأن مبارك استلم من السادات وهو كان نائب رئيس ليه فبالتالي هو نفس النظام اللي نشأ من 71 هما مؤسسيه مع حسني مبارك فالقصة موقفهم الحالي هو موقف متسق تماما مع تاريخهم اللي هم مشي فيه ومع مستهدفاتهم اللي هي جاية في فترة القدم أنا يعني كنت في العباسان بارح نروح تعادت نص ساعة عشان أفهم الناس بتقول إيه وإيه بيحصل بس ما شفتش قوي أخوان لازم أعترف يعني هو الشكل التقليدي بتاع الدقن والمشارت ده ما شفتوش لازم أعترف وإن كنت شفت فئة متوسطة بسيطة بسيطة يعني بشكل عام ولما تتكلم مع الناس ما فيش حجة قوي بتتقال وهو نفس الكلام يتقال من 25 يناير وطبع ما احترمنا شديد لكل قراءهم يعني بس في نفس الوقت كان فيه المظاهرات انقاذ للأقصى عشان كده يمكن حتى في المقدمة ما افتكرتها هي برا للسياق يعني إيه جاب للأقصى دلوقتي حتى ناسي الشباب يعني قالك بعد ما تروح تنقذ للأقصى روح انقذ عمر مكرم اللي ناس تموت عنده يعني إيه اللي وداهم داتي ننقذ للأقصى يعني ينقذ أم الدنيا من الانهيار اللي حتواجه وكان من الممكن لو لم يكن للأزهر دور ما هواش جيد في المليونية ديت واستود رجليها شوف حصل تجمعتين في مواجهة التحريط تجميعة الأزهر اللي هي بتاعت القدس وتجميعة العباسية وانا عايز أحذر اخواننا في الأزهر وشيخ الأزهر ان الاستمرار في هذا المنهج يلحق الأزهر بجموع بسياسات العباسية اللي هي المجلس العسكري والفلول القدام وهذا المجلس الأزهر في الفترة السابقة في الشهور السابقة لما جات طيب وهو كان عضو أماد السياسات يعني من الفلول اللي انه خد مجموعة مواقف داخل الأزهر كبنيان وتعليم وحاجات زي كده وعمل حاجة مستريحة او رايحة الناس بشكل عام وخد مجموعة من المواقف منها تبني وسيقة مبادئ الدستور وده عمر برضو قدر من التدخل المريح لكن الموقف الأخير ده الحقيقة انا كنت اتصور انه الأزهر يعمل بيان ويعبر به عن الأمة كلها بما فيها المسيحيين اللي هما أصلا مع القدس يعني البابا شنودة قال لن ندخل القدس إلا مع إخواننا المسلمين على أرضية تحرير فلسطين يعني هذا موقف عظيم للبابا شنودة طيب يبقى الأزهر ما هوش أقل منه لكن كان ممكن يتعامل ورقة بيان للأمة والعالم الإسلامي وللعالم كله ويمدع لها كل خلق اللعب إنما يتعامل مليونية هنا مليونية برضو دي ثلاثة أربعة أيا كان بقصد جذب الناس هنا وتشتيت الرأي العام والإعلام عن التركيز على التحرير وتبقى زي وزي العباسية هذا موقف الحقيقة ما هوش جيد يعني أنا مش عايز أدين ولا حاجة إنما على الأقل هذا موقف لا يرضي لأنه اللي يتولى الأزهر لازم يعرف أنه هو بشكل أو بآخر بيعبر عن التمنيات المصرية مش عايز أقول الإسلامية التمنيات المصرية للمصريين مسلمين ومسيحين لأنه مازال الأزهر بيقعامل حتى من المسيحين المصريين باعتباره الجهة الوسطية التي تدرك معنى الدين الحقيقي فانجراره لهذا الدور مش هاد هو خارج السياق كمان يعني طبعا القضية الفلسطورية هم من زمان لكل مصريين يعني بس هو خارج السياق في وقت اللي مبارح فيه الناس في حالة حراك سياسي كبير جدا دور إحنا من المزارة أنت من لحظة حضرتك أن المقولة السورية القديمة أن الطريق إلى القدس يبدأ بالعواصم العربية وأن الربيع العربي الآن هو بترجم ده أنه خلق حالة من الحكم الوطني الديمقراطي الشعبي يحيي ويلتهب فيه الشعور الوطني والقومي بشكل عام وهذا هو الموقف الحقيقي لتحرير فلسطين ولذلك التدخلات الخليجية لتمويل بعض القوة سواء كانت سلفية بعض السلفيين أو غيره للدخول في الانتخابات والاحتجاز أماكن في مقهد في مجالس الشعب القصد منه إيجاد أرجل وأقدام لبترول الخليجي في المؤسسات المهمة في مجلس الشعب وهتلاحزة دي عملوها مثلا درع الخليج تتعمل في مواجهة السوار في البحرين بس الأسد ما طالف أنهم يحسنوا الموقف ضده ليبيا كان لها موقف تاني لأن القذافي كان ضد الحكام وبمرمطهم فاكت القضية بقت كده لكن أعايز أقول أنه هنا المال الخليجي لا يأتي إلى مصر إلا بمباركة وتأييد وتخطيط أمريكي والأمريكان لا يفعلون ذلك إلا زكان لصالح إسرائيل ليه بالحكاية تبقى كلها؟ يعني قامش لازم نبقى يبقى ده كله ضد القدس وضد يعني مهد المسيح هتبالك في فلسطين المحتلة نعود إلى الموضوع السوار بيطلبوا بإيه والعباسية بالطريقة طيب قبل ما نروح بقى للسوار بيطلبوا بإيه والعباسية أنا عايز أعرف تعليق حضرتك على في وسط كل السوار بيطلبوا بإيه والعباسية بيطلبوا في إيه تعيين دكتور جنزوري رئيس الوزراء أنا عايز أقول ده مش جديد يعني المجلس الأعلى قد المسلح هم المجموعة التي أحاطت بحسن مبارك والتي كانت تحمي نظامه وبعضهم يعرف نفسه جيدا وأنا أعرفه جيدا كان بينقلش لي من 6 سنين أو 7 سنين في ماله جمال مبارك لما ييجي رئيس هو عارف أنا مش عايز أقول أسايا من الوقت بلك إنما لو هو تدخل دلوقت حاوله أنت اسمك إيه أخذ بالحضرتك معنا يعني هي دي المجموعة التي حمت مظام مبارك وما فيش رئيس جمهورية فاسد وديكتاتور في العالم بيحط نفسه بمجموعة من الصوار أو المصلحين لا طبعا خلينا نتكلم بشكل صحيح ولذلك أصبح للمجلس العسكري حق فيه ما يسمى بالخروج والاستمرار الآمن والخروج والاستمرار الآمن بكل اللي هو عمله وارتكبه في خلال فترة مبارك لا يتأتى إلا بالتعاون مع الفلول ومع السلافيين ومع الإخوان هذا السلوس بقيادة المجلس العسكري وليس الصدفة أنه بيشتغل لصالحه حاليا وعشان كده ييجي تعيين الجنزوري واحد من نفس جراب مبارك ما هواش من جراب تاني وافق على سياسات مبارك وتحمس له فشل في إدارة الدولة لم يكن له موقفا محددا يلتزم به قدم مشروعات خيبة ومدمرة زي مثلا تشكة اللي الفدان فيها بياخد 15 ألف متر مكعب مية بينما الفدان في الدلتا بياخد 4,500 إلى 5,000 والفدان في الصحراء الغربية عندنا اللي متسع بقى فيه مجال لزراعة أكتر من 2-3 مليون فدان ما يستهلكش أكتر من 3,000 متر مكعب يعني الفدان في تشكة ياخد قد 5 فدالين من الصحراء الغربية اللي فيها الصحراء البدو والعرب ممكن يزرعوه فورا كمال الجنزوري جاي لينفذ ما هو مطلوب منه هو مجرد سيكرتير خليني أقول لحنا